السلام عليكم انا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد واليوم جاء بنا دكسيونير لروس كيف نتعلموا منه معلومة نتعلموا كيف روضوا حمر الوحش ما عنا ما ندروا به دعونا نشوفوا كيف فقرة اخرى تفيدنا خير هنا قال لك الزليج بتي تليموندي ماركوتري دو سيراميكي مايي سيرفون ديكور مونيمونتال دونلار مغريبان قطعة من الخزاف المطلي كانوا يدروا به الزخرفة في الآثار في الفن المغاربي صار الزليج مغاربي ماشي ماروكي طبعا احنا في شرق الجزائري ما نقولوش الزليج واللي مايعرفوش هو الفيونس المشكل ولا الفوسيفيسة وهي نتعلموا مع بعضان قصة الزليج واللي عنده حق يديه اولا البصمة الفنية اللي في تريكو اللي داروا عليها فوضى هي اشكال هندسية واحنا الجزائريين ماهوش غريب علينا هذا النوع من الفن وهاي الهندسة باشكالها كل مرسومة في عمود رخامي واحد في سطيف عنده الفين سنة وثانيا اذا كان هذا المرسوم في التريكو هو فن الفوسيفيسة الاسلامية ولا الزليج قررنا قبيل في الاروس بان الزليج فن يخص المنطقة المغاربية وهذا الدكتور زاكي حسني وضحنا بان الفن المغربي لا يصلح عن نطلقه الا على الفنون الاسلامية التي ازدهرت في اربع دول اللي هما الاندلس ومراكش والجزائر وتونس دون غيرها من الاقاليم الاسلامية يعني بربط هذي بتلك نفهم ان المصري ما عنده ما دخله بالزليج بينما تونسي ولا تزيريا ولا مراكشي ولا اندلوسي هذا متاع من الزليج اما احنا في الجزائر وقبل ما تتأسس اي دولة في المروق الناديجة صممنا تريكو هذا ونسنو بركبه نطبعوه طبعا ما صممناهش في الميكرو لكن صممناه في جدارية كاملة وراه اليومنا هذا واقف في متحف شرشال وهذا زليج ميدين شرشال عمره 1600 سنة واذا حبينا نروح والقرن الثامن وان كانت الدولة الرسطومية في عصمتها تيارت نلقو ايضا بصامات مبكرة جدا في مجال الفن المعماري الاسلامي وكلها ميدين الجرية وبعد الرسطوميين واش من دولة قامت في الجزائر نعطيكم مؤشر اللي كانت عاصمتها في اشير في المدية الجواب هي الدولة الزيرية وبنوزيري هذم هما اللي حكموا غرناطا في الاندلس وهذا مذكور حتى في خبر افتتاح ملكة اسبانيا لمعرض في غرناطا وفي المقال يقول في القرن الـ 11 كان بنوزيري وهم من البربر هم اللي قروا انهم يجعلوا غرناطا عاصمة لهم وفي خلال جولة الملكة في هذا المعرض نعطي لها المنظمون فيديو بعنوان غرناطا الزيرية وطبعا ما نقدرش نحكو على غرناطا بلا ما نحكو على بصامات بنوزيري الفنية فيها وهنا ايضا الفن الزيري نلقوه في القيروان وتقريبا فيه نفس الرسمة لفتريكو وهذا قبل ما يعرف خوتنا في المروك حاجة اسمها الزليج والدليل روهنا نقره مع بعض هذا كتاب موسوعة الاسلام وهذا فصل على الزليج قالك هو فوسيفي ساء مكونة من مربعات فخار سطحها مطلي ولا املس وتقطع حسب المكان اللي راح تتحط فيه وبنبطوته في القرن الـ 14 اكتب بانه شاف الزليج في العراق كما اللي في المروك وهنا يقول تم توثيق هذه التقنية يعني فن الزليج لأول مرة في بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين فقصر سيرجون مثلا مزين بها ومن بعد استخدمها الرومان والبيزنطيين واستمر استخدام قطاع الرخام ذات الالوان المختلفة عبر القرون ومن بعد ظهرت بطريقة غير متقنة في مسجد قرطوبا وقرامليح عزيزي الا ان الشهادة الرئيسية لتوثق الزليج موجودة في قلعة بني حمان واللي ترجع للقرن الـ 11 وانلقوا الخزف المطلي بهذه المادة الملمعة في التطعيم الاصلي ومن بعدها ظهر في مئذنة مراكش ومن بعده ظهر في الجامعة الكبيرة تعتي الامسان ثم بلغ هذا الفن تع الزليج ذروته في قصر غرناطة اللي قلنا كانت تحت ابا نوزيري وبالتالي عندنا نص تاريخ يفصل في ظهور وانتشار الزليج في المنطقة اسمحوا لي هذا الفقرة تستهل خريطة إذن تطور تناقل حضارات للزليج كان كالتالي حسب مصادر التاريخ الريادة في هذا الفن كانت لإيران والعراق ثم لرومة وبيزنطة ثم في قرطوبا بشكل بداي ثم في قلعة بني حماد في المسيلة بتوثيق لا غبر عليه ثم في مراكش ثم في تليمسان ثم في غرناطة وبالك يقولوا الخاوة في المروق ما عليش بكري استوردنا هذا الفن الزخر في منتزاير ساحذرك لنا احنا سيادو يقولهم تستاهلوا وعلش لا فقط خلي كلمة تراث وطني أصيل عزيزة شوي وانت لقرب بوفقك لانه لما نشوفوا هنا الخزف القبيلي أصبح تراث وطني في المروق نزيده نحيره وانتم تعرفوا انه هذا الخزف ادخل للمروق بعدما جاكم المعلم بوجمع العملي منتيزي وزو وش يقول هنا في المقالة قلعة الخزف في المغرب يقول اول مدرسة للخزف في المغرب كانت من طرف المعلم بوجمع العملي وما قالناش هنا بانه اخ جزائر لكن في المصادر الحقيقية نقروا بانه مجتمع الخزفيين في اسفي انتعش بقدوم معلم جزائري اللي اسمه بوجمع العملي واللي دخل اشكال والوان وديكورات جديدة عليهم واللي ذرك ولت نموذجية لخزف مدينة اسفي ومن بعد في الصحافة يكتبوا عليه تراثا وطنيا ونظن هكذا كل شيء واضح وكخلاصة لهذه الحلقة نقولوا التصميم الفتريكو جديد جميل جدا وعنده صع علاقة بعراقة الحضارة في هذه البلاد وبصماتها الفنية عبر التاريخ ونقولوا ايضا انه كما الهندسة كما الفن المعماري كما الزليج كما فنون الخزف كلها تقنيات وادوات ثابتة تاريخيا انها تراه اصيل في الجزائر في هذه البلاد ولا طالما كنا نصدروا هذه البصمات خاصة لخوتنا في المروق وبينتنا رنا نعرف ان الحاملة اللي نايضة عندهم في وسائل التواصل انما تندرج ضمن سياسة توجيه عام بمواضيع تافها لكن هذا ما يمنعش انه نتعلموا في جرتهم حاجة جديدة تخص بلادنا كما حلقة اليوم واللي نتمنى تكون فيها اضافة لمعلوماتكم التاريخية ونخليكم مع فيديو قديم شرطه على يوتيوب لصحراء ادرار ونرسمة شركات تنقيب هندسة رائعة كما تظهر من الأقمر الصناعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة